موسيقى وما إلى ذلك مناطق معصاة كان يسموها معصاة عن القانون أصبحت مناطق تعصى الدولة وصولها كما قيل لي من قبل السكان المحليين وأرجو لهم لا يتعرضوا لأذن من أحد ولكن أقول في هذه الأيام الحما هي لحماية البيئة الطبيعية والبيئة الإنسانية معا كفان الحديث عن محمية للنبات ومحمية للحيوان دون الحديث عن إلزام واطن في أن يقوم في دوره في حماية ما استكلف به من قبل الخالق هو مستخلف فإذا الحمى الآن أصبحت كلمة تستخدم قبل المنظمة الدولية لحماية البيئة من نحن لنترك المصطلحات التي تقارب انظر اليابان على سبيل المثال ما يجري في اليابان قارب ما بين الاحترام المتبادل بين الأجيال يتطوعون الآن المتقاعدون للقيام بدور تشغيل أجهزة الإطفاء أو التبريد في الواقع النووي المتجدد في اليابان لحماية أبنائهم وأحفادهم هذا التطوع أين هو مننا؟ أقول أن الخلق الأردني كان موجوداً وموجود عند المحل ورأيته في فرق عمل في دارسور مع المجدومين ورأيته في أماكن مختلفة من العالم المسألة مسألة تغيير مرة ثانية والعودة لتبني كلقنا الأردني السليم هذه الرحانية التي نتحدث هذه الرحانية وسيدي في هناك دكتور حسين محافظة يقول لديه سؤال لسمو الأمير هل يا سمو الأمير تتفق مع التحليل القائل أن مصدر التغيير الأساسي هو تغير في المناقب الدولي وقيام نظام دولي جديد تشاركي بدل نظام القطب الواحد وعنوانه الديمقراطية وعقوق الإنسان ومقتضيات هذا النظام تعارضت مع النظام الرسمي العربي وتطلب قيام نظام عربي جديد وبالتالي فإن التغيير أصبح قانون للمرحلة الحالية ولعقود قادمة هل تعلم أخي حسين أننا في يوم من الأيام شرعنا في المطالبة في نظام إنساني عالمي جديد هذا الأردن الصغير أخذ ثلاث محاور هذا الحديث وثمانية وعشرين جنسية شاركتني في هذا الدور بالمناسبة أنا مدعو على سبيل المثال لأقوم في دور استشاري للمفوضية الأوروبية كل استشاراتي خارجية الحمد لله فأشكرك على توجيه السؤال لحسين محافظة من يعلم بأن النظام الإنساني العالمي الجديد يعاد وضعه على جدوى الأعمال الجمعية الأردن من الترويج له أخذنا الإنسان مقابل أخيه الإنسان الحروب والكوارث الإنسانية الإنسان والطبيعة التصحر وما إلى ذلك وكنا موجدين في أسبوع تشيرنوبل في ذلك المحيط فأقول نظام عالمي جديد مبني على قيم إنسانية مبني على واقع إنساني على كرامة إنسانية هذا هو الأمن الناعم الذي نتحدث نعم إذن فاصل سمو الأمير ونعود ليتابع شكرا إذن المحور الثالث فلسطين فلسطين المركب الصعب المستصعب مقالة لسمو الأمير الحسن طلال استشهد فيها بمقولة الإمام علي كرام الله وجه إن أمرنا صعب مستصعب لا يحمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان ولا يعي حديثنا إلا صدور أمينة وأحلام رزينة هذه الصور سمو الأمير تظهر حول مشاطات وحوارات وهذا الحوار الأخير بين فتح وحماس القضية العربية المركزية فلسطين هاجس الهاشميين وهاجس العرب أجمعين هل تراجعت كأولوية ضمن حالة الزلزال العربي الحالي جدي المؤسس للثورة العربية ثورة طلب الحماية للعرب ثورة المطالبة بحق تقرير المصير للعرب الحسين ابن علي طيب الله تراه الذي نفيا إلى القدس قال في 1916 برسالة موجهة إلى ودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية علينا أن نقيم دولة عربية ويقصد بها فدرالية كما فهمت من الرسالة وهي في حوزة المؤرق الكبير الدكتور عبدالكريم غرايبة هنا في الأردن وإن تحدثنا عن تقرير المصير لي كتاب بهذا الحصدد اليوم نتحدث عن الحقوق الفلسطينية الغير قابلة للتصرف والجميع يتصرف بها سوى الإنسان الفلسطيني على أرض الواقع قبل ما تسألني عن فك الارتباط أخي محمد أقول إنني من القلة ربما المؤمنة بأن هذه الأرض احتلت من المملكة الأردنية الهاشمية فمن يقول فك الارتباط الإداري أبجو أن لا يقول في يوم من الأيام إن بقي هذا الأردن على أرض الواقع متماسكا بقيادته الشريفة أن إسرائيل نالت من الأردن نتيجة لاحتلالها العسكري وضمها للضفة الغربية بعد أن عاش الأردن سبعة عشر عاما من الاستقلال ضمن مفهوم الوحدة كمملكة أردنية هاشمية أنا لا أريد أن أزاود على أحد لا على القيادات الفلسطينية الإسلامية ولا على القيادات الفلسطينية الوطنية ولكنني أقول مع شديد الأسف منذ عام 1974 وأتذكر تماما أحد القيادات الفلسطينية الأردنية الشيخ عبد الله غوشي رحمه الله أتاني بالبكاء وقال لي بحضور أحد المسؤولين الأردنيين وقتها بالحكومة قال اليوم انتهت قضيتنا عاصم غوشي ابنه أعتقد على قيد الحياة ولكنني أقول قلت له لماذا سيد الشيخ وقال يا حبة لو انسحبنا من ذلك المؤتمر وجاملنا العرض في إصرارهم على القرار وفي الاعتراف في منظمة التحرير ولكن بينا أن الحق القانوني حق مطلق على أي حال هذا يا قودي سمو الأمير وأنت فتحت لي هذا الموضوع والقضية الفلسطينية هي بالنسبة للأردنيين ليست شأن قومي وحسبها شأن داخلي تماما ونحن النافذة الشرطية على هذه الحقيقة العربية الفلسطينية بدون شك يعني الضفة الغربية كوديعة وجزء من الأراضي الأردنية كما يحددها الدستور جاء قرار فك الارتباط وتحدثت عنه لكنه أربك هذه الوديعة أربكها وأربك الدستور وهناك حقيقة ضجيج حول هذا الموضوع هل أضعفت هذه الصورة المطالبة الشرعية بالأراضي المحتلة ضمن القانون الدولي وهذه أحجية حقيقة بما يتعلق في الدستور والسيادة وطبعا كما تعلم أن الكثير يحمل الأردن وزر القضية الفلسطينية وتبعاتها ما هو المآل وما هو حل الأحجية برأيك؟ السؤال ملقص جدا لربما سلسلة من الأحداث ومن الإجراءات وردود الفعل لا ننسى أن الأردن كان دوره بعد اتفاقيات أوزلو على سبيل المثال دورا مؤازرا ومساندا للقرار الفلسطيني نعم وربما هذا هو الدور الأردن منذ قيام منظمة التحرير في الستينات في القدس في حفل أذكر أن حضرته كشاب أيام رحمة أخي وأحمد الشقيري في تلك الأيام ولكن اليوم نتحدث عن موضوع أهم بكثير من الأردن ومن فلسطين ومن لبنان وسوريا ومصر وهو المستقبل الفلسطيني وعلينا أن نتذكر بأن الشعب الفلسطيني قاتل لدول تسمى بالشتات ولكن دول عربية قامت بأسلوب أخوي في تقديم ما تستطيع أن تقدم من عون لوكالة الغوث لا يريد أن أمنن الشعب الفلسطيني ولكن وكالة الغوث للاجئين تشكل جزءا كبيرا من موازن سنال السنوية ما نقدمه لوكالة الغوث فيما يتعلق في مستقبل اللاجئين في كل أو مستقبل الوكالة في كل سنة تطالعنا تهديدات بقطع التمويل وعجز في موازنة هذه الوكالة فأقول أن ما قام في التسعة أربعين خمسين كوضع موقت قضية موقتة للاجئين الفلسطينيين معه طبعا توكيل منظمة التحرير باسم الوطن العربي في القيام في التفاوض نحن ولسنا جزء من الخصوصية الفلسطينية الإسرائيلية في التفاوض ولكن تبقى التبعات علينا وعندما تقول وضع الداخلي هكذا فهمتك لأن الكتافة السكانية من أصول فلسطينية ونتيجة للنزوح وخاصة بعد السبعة وستين والتسعين على اعتبار النزوح بالثمانية واربعين اعترفنا به كواقع مواطنة كاملة ولكن أقول أن هذا الأمر يتطلب مؤتمر للأمن والتعاون في الإقليم ككل من الصعب أن تحل مشكلة مستقبل هؤلاء بالحديث عن العودة إلا إذا أمننا في يوم من الأيام أن السلام الكامل سيعني حرية التنقل للإنسان وللسلع وللاستثمارات أما العودة عن طريق المظاهر المليونية فاللي عيش يشوف نعم نيف البطاينة يقول ما رأي سموكم بحكومة منتخبة في الأردن معلش نحن ندخل بالندخل المواضيع لكن لا نستغل هذه الفسحة مع سمو الأمير أعتقد أن الدستور حريص على ذلك نعم فلماذا لا تكون منتخبة دور السياسي الأردني حقيقة تراجع مع تراجع دوره في القضية الفلسطينية ماذا ترى سمو الأمير في هذه المقولة هل يصحيح تراجع الدور السياسي الأردني من شكل عام أعتقد أن الظروف الاستثنائية والاهتمام في القضايا المحلية والاستثمار والاقتصاد وما إلى ذلك يبدو أن صراحة الدور الأردنية نعم تراجع تراجع كان للملك حسين رحبه الله بعد أربعين سنة من الحكم ما كان في العالم ولا أعتقد أن ابن أخي ابنه رعاه الله الملك عبد الله الملك حسين الثاني سيختلف معي بالرأي والاجتهاد بعد مرور عقد من الزمن يواجه الحقائق المرة وهي حقائق عربية وليست أردنية فقط في أن هناك رغبة في التغيير وهو في جانب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر